السلام عليكم أخوتي وخوتيتي ومرحبا بكم جديد في قناتكم أخبار موضع اليوم هامل الغاية يعني يبدو أن الآن الموت رهي يحيم بالرئيس الأمريكي القادم المحتمل أيضا دونالد ترامب في الأول الرصاصة قريب قاسده في الرأس الآن حادث عطل والطيارة تاعه قريب طاحت في وسط السماء رح نشارك معكم التفاصيل كفهن جاء من الموت مجددا أيضا في الأخبار وللأسف شديدة قصف مرعب يعني ربما هذه أكبر المجازة اللي يقدرها الكائن الصهيونين في فلسطين حدثت البارحة سميت بمجزارة فجر وتم استهداف فيها مدرسة 90% من نازحين لكنه فيها قاعدك مات يعني أزيد من ربما 200 شهيد الله يرحمهم الأمر المفاجئ في هذا الموضوع وردت فعلا الإعنام السعودي يا لطيف وحد نيبو تعالى الشر خوتي مش هتتوقعه ونتحثكم على تفاصيل هذا الأمر وعليه شوكيني شوكيني للقصف أكثر من المرات اللي دارتهم من قبل إسرائيل وطبعا خوتي بير كل البطل الجزائرية إيمان خليف على فوزها بالميدالية الذهبية أنا البارح كنت توقعت برح تفوز بالميدالية الذهبية ولكن ما كفينيش الوقت نشارك معاكم الخبر التحى ولكن بعد فوزها حدثت لكثير من الأمور اللي حنشاركوها معاكم صحافة العالم حرفيا الآن كلها تتحدث عن إيمان خليف كما اشتوق خوتي هذية أبرز عنوين الأخبار اليوم لا نزم تبقى معنا حتى الآخر باش تعرفوا كامل التفاصيل وقبل ما نبدو هذا الفيديو وما تنسوش خوتي الله يحفظكم تكليكيون على الزر اللايك هذا أقوى دعم يمكنكم أن تقدموه لنا خلونا نبدو بالخبر الأول مباشرة بعد فوز الجزائرية إيمان خليف بالميدالية الذهبية في أولمبياد باريس 2024 صحف العالم بأكملها وأكبر صحف العالم بدأت تتحدث على الموضوع عندك The New York Times تقول باللي from the article إيمان خليف فالجريا وان جولد ان ومنز بوكسين اميد اكيوزيشن ابوت فرسيكس ذاشي افررتو از بولين يعني الآن إيمان خليف تفوز بالميدالية الذهبية وسط اتهامات لها بأنها تتنمر على الملكمة النساء يعني ما حبتش تقولها مباشرة New York Times ولكن أيضا عندنا صحف كبيرة مثل Reuters The Washington Post The Association Press La Stampa Le Keep وكان يعني صحف هنأت الجزائرية إيمان خليفة ولكن أيضا كان صحف تحدثت على الأمر بقذار وسبحان الله خوتي صحف اليساريين يعني الداعمين لكل ما هو يساري هم اللي كانوا يدعموا في الجزائرية إيمان خليف أيضا الأثار اللي أغضب صحيفة العالم هو هذا الصور الجميلة جدا اللي صراحة جيشتها ولا غير فرحتها هذو راكم تشوف فيها متصورين مع إيمان خليف وكومبلي فرحانين ويضحكم معها قاعدة يكبر كتعليم إيمان خليف يا موجيني وخاوتي ولكن نالي خسروا واستعرفوا بلي إيمان خليف هي المرأة القوية في هذه القروب وكومبلي كانوا فرحانين بالميداليات اللي حازوا عليها كما راكم تشوف بهذه الصور يعني ما بدوش يتهموها بأنها رجل ولا شيء مثل هالقابل ها مليكم مصورين يتعانقوا وكان فيديوهات لأسف ما قدشش نشارك معاكم هذيك الفيديوهات خاوتي على باكم يعني الأولمبياد هذي رحيت نحيك على الفيديوهات للناس ولكن هذا الصور تثبت الروح الرياضية يعني للأوروبيين وللأخرين العكس للأسيوين الأفريقة يعني قاع فاهمين بعضهم يتصوروا مع بعض عادي أيضا في هالقروب خاوتي مشغل جزائرية للاي متهمة بأنها عند زعمة عندها أكروموزومة طالعة ولكن هذه هي رياضة البوكسينج تتطلب التسلسيرون حتى عند النساء بخصوص تفاصيل إضافية حول الموضوع أحد أكبر الداعمين لإيمان خليف التي كانت سالدا لها وبهدلة الآي بي أولا الانترناشنال بوكسينج أسوسييشن هي الملاكمة الجزائرية روميساء لأيضا الحائزة على كثير من الميضالي الذهبية في بطولات أخرى شوفوش قالت على إيمان خليف الحمد لله الذهبية الإيمان خليفية ذهبيتنا كامل جزائريين ذهبيت الملاكمة النسوية تخلنا في تاريخ رانا فخورين بهذا الإنجاز يعني أي ميدالية تحريزها إيمان في هذا الأولمبياد هي ميدالية انتصار ميدالية شاجعة وميدالية قوة ويعني برهنت عن قدرة المرأة الجزائرية سواء قدرة تحمل ولا قدرة المواجهة قاعدة مركزها وإدخالتنا التاريخ وانتو تري في فلانجيري نحن فخورون بإيمان خليفة أمر جميل جدا خاطئ أيضا كان راح الأمر ربما راح يضر الكثير من الرجال الجزائريين ولكن إذا لم رأيت أخوتي النساء الجزائريات في حقيقة هم اللي شرفوا البلد الآن في أولمبياد باريس يعني زوج نساء إيمان خليف وأيضا كيلين مور هم اللي حائزات على الميدالية الذهبية أما الباقي فدالوا لي عليهم ولكن غالب المنافسة كانت قوية من المزيدوش تسبون نساء خاوتوية هنطلعون للعلام أيضا وليوليتيارة قام بتكريم عائلة إيمان خليف فور فوزها بالذهبية الآن من الأخبار الجميلة أرواحه الروح للأخبار الأخرى كان هناك قصف مرعب لكيان الصهيوني على مدرسة في فلسطين للأسف شديد خوتي هذة المدرسة كانوا فيها بزيف ناسية مدرسة قرآنية يعني كانت فيها اللاجئين و90% من هذين اللاجئين مساكن ماتوا الله يرحمهم وصراحة خوتي والله العظيم منها اللي بديت نشوف الصور في موقع اكس والتويتر باش نشارك معاكم ونشاه ياسرة في الأخبار ما أمنتش يعني الأشلاء التعشو هداء كانوا مليوحين صاري هكذا كما تحكم حبة دلاحكها وتخبطها على الأرض وكل قطعة وين تروح هكذا لكم ساكنوا لو ديرين يعني لدارة جملة قداش تعرفوش ما الجزء تعال كورا هذا القطعة تعال اللحم اللي طارت من هذا الشهيد الصور مرعبة يعني للأسف شديد أيضا هذا الأمر جاء مباشرة بعد أن قامت أمريكا بإعطاء 6 ملاير ولا 8 ملاير إلى الكيان الصهيوني من أجل دعمه لقصفه للشعب الفلسطيني ثم يزيد يخرج فيك هذك نيتانياهو يقولهم باللي احنا مرشقا نكتلو في المدنيين ورغم بشاعة ما يقوم به الكيان الصهيوني الآن للشعب الفلسطيني وسكوت العرب ولكن أسوأ من كل هذا هو الصحافة التع السعودية يا لطيف يعني تقريبا نفس الجرم والله عظيم شوفوا شو نشرت الآن جريدة الحدث اللي كان عندها مكتف الجزائر وجزائر حبسته على سبة هذك القصف اللي ماتوا فيه 150 ربما حتى 200 فلسطيني كأبشع المجازر اللي شافتها فلسطيني منذ 7 من أكتوبر خرجت جريدة الحدث وباشتودين ما يحدث شوفوش قالت قالت الجيش الإسرائيلي قصف إرهابيين في مقر عسكري يقع في مجمع مدارس التابعين لا الله ينعك وأحد المغردين وعبد الله الشريف كان عنده رد جميل جدا صراحة يعني قام بتلخيص كل شيء قال إنما تفعله السعودية في هذه المعركة يفوق عهر البغاية حاجة أقسم بالله غير عهر البغاية أشرف منه هذي كان هارشة مياه خليفة قاعدة تدعم في الشعب الفلسطيني وتدينه في الكيان الصهيوني سبحان الله أمر مش فيناهش حتى من أئمة السعودية واحد يقول الحق خوتي قالك إن ما تفعله السعودية في هذه المعركة يفوق عهر البغاية وصف أشلاء المصلين وما تناظر من جثث المسلمين في مذبحة الفجر بوصف الاحتلال لهم لم يكن ليفعله ديوث فاجر في الجهلية لقد أصبحوا مسخا مشوها ناتجا عن تزاوجي مسيلمة بابن سلولة غانية ذكر لا تحمل صفات الولدان وعار على عصبة النسوان خوتي في ذلك القصف في كل ذلك الأشلاء كانت يعني الناس كانوا يصروا للفجر فهل الطرد تلقى يعني الأشلاء والدم تعالي الناس مخالطة مع المصاحف يعني رأينا أصف لكم أشياء في فيلم رعب والله ما تلقاها يعني فيلم رعب وسيوا يخدموا الأشلاء وما يدلوهاش كما هذك المنظر الشعب الفلسطيني الآن رأي صار إلى واحد العذاب نفسي رهيب يعني رأيهم كل يوم عايشين نهاية العالم يعني كل يوم يشوفوا الأشلاء تعولادهم أبائهم والله ما فهمت خابت كيف هرهم بزن متحملين ونورمال واحد قادر يموت الجيسة تقلبية غير ما المشاهد هذك لا يشوفها وكل يوم صوت الانفجار وقصف والله غير ربي معهم يعني احنا الآن ما عدنا سوى ندعو لهم بالخير ورب يدعمهم للأسف شديد رأيك شوفوا يعني حتى العرب خذلهم شغل خذلهم رأي يستشوفهم سمهم إرهاب أشلاء تعطفال والله غير يعجز الليسان عن التعبير خاطئ تم وشراكم في هذا الأمر خبروناكم في تعليقات أيضا أحد الأكبر المجرمين واللي هو دونالد ترامب كما علي باكم يموت على إسرائيل دونالد ترامب رأي حاولي ولي رئيس مرة أخرى بعد اتهامه بأنه يخفي يعني لدوسي السرية والسيد رأي كريبي يدخل للحبس كانت هناك محاولة لغتياله وسط فشل ذريع للقوات الخاصة الأمريكية يعني لدرجة أنه كان يشوفوا هذك سيلي كان حاب يكتل دونالد ترامب ولكن خلوا الرصاصة توصل حتى الوذنه لو كان ما دورش رأسه في الضقيقة تلك راح يموت كثير قلبي لهذه مؤامروا في الحقيقة قوات الخاصة كانت متفهمة مع الحكومة الأمريكية من أجل القضاء على ترامب ولكنه نجا بأعجوبة لكن سبحان الله يبدو أن الموت تترصد بالرئيس السابق من ترامب وربما الرئيس المستقبلي لأمريكا لأن الطيارة التيعه الرئاسية ولا مش عايش من الطيارة الطيارة الشخصية التيعه قريب طاحت واضطرت للهبوط الثراري حسب موقع أخبار اليوم يقول طائرة ترامب تتعرض لعطل ميكانيكي وتهبط الثراريا في ولاية مونتانا قالك هبطت طائرة الرئيس الأمريكي السابق ترامب بشكل غير متوقع في مدينة بيلنجر في ولاية مونتانا بسبب مشاكل ميكانيكية حسب ما أفادت وسائل الإعلام وذكر التقارير أن طائرة ترامب هبطت في بيلنجر قبل تجمع انتخابي في ولاية مونتانا ويتضمن التقارير لقطات لطائرة ترامب وهي تهبط وتتحرك في مطار بيلنجر الذي يبعد 140 ميل عن بوزمان واضف التقارير أنه من المتوقع أن يسافر ترامب إلى بوزمان على متن طائرة منفصلة يعني مش حيث يطلع في ذلك الطائرة وقال ترامب في مقطع فيديو نشر على منصات توصيل اجتماعي تروث أنه هبط في مونتانا واصفاً ولاية بأنها مكان جميل لكن لم يذكر الهبط الإثيرالي في بيلنجر أيضاً هذا الطائرة خوتي استخدمها الرئيس الأمريكي السابق ترامب موضل سنة 2019 في حملته الانتخابية وفي تنقلته بين ولايات أمريكا صلاحة أخوتي لا يهمون مصر دونالد ترامب رغم أنه كان طاحت تلك الطائرة مش حاب نقول بزيف كلام قدر يوتيوب تقرأ لي الفيديو عليه ولكنكم عارفين كفرح تكون ردة فعل العالم والشعب الجزائري والشعوب الإسلامية ما مش حيكونوا حازينين خليني نقول بل بالعكس بخصوص طائرات عندك في الجزائر وتونس هناك ربط كبير جداً بالقطار الآن خوتي هذا الصور إذا كنتم تشوفها معايا في هذا الفيديو هي لوزير النقل محمد الحبيب زهانة حل بوليد سقه راس للإشراف على انطلاق الرحلة الأولى لقطار الجزائر وتونس ويعني من اليوم فصاعداً خلاص رح تولي الرحالات عادية بين البلدين وغيطار فيه كل وسائل الراحة وراح تكون الرحلة بين الجزائر وتونس مريحة بل وجميلة جداً يمكن استغلال المناظر بل العذاب تاع السفر في السيارات ترجمة نشاركونا خوتي في هذا الفيديو وفي هذا الموضع اللي شاركناها معاكم في هذا الفيديو قبرونا لكم في التعليقات كمراكم تشوفوا خوتي رانا وصلنا لنهاية الفيديو إذا أعجبكم الله يحفظكم لا تنسوش أهم شيء اكليك يوني على زر اللايك اشتركونا في القناة وفعلوا جرس الأمور هذه كلها تدعمنا أن تصدر الحملات السينيال شكراً على المشاهدة وإلى اللقاء